جانتكم من جديد في زون ميكس من زين المتواصلين حتى الـ 15-20 مع ضيفنا اليوم في الساعة الأولى سيد وليد جلد رئيس مستقبل سليمان الفريق اللي مثل مفاش أسرى السنة في البطولة عملتها إجابة وكان يجب حتى يمشي يعمل مخير هكا وليسي وليد كل النجم ونعمل مخير لو لا العمل الخبرة الحقيقة هو في أول موسم في الربط الأولى مع لاعبين شبان صحيح حققنا البقاء اللي هو كنا متأكدين منه منذ بداية الموسم ومنذ التحذيرات لكن حبينا نعمل مخير شوية لكن نقص الخبرة والموسم الأول في الربط الأولى تعرفوا لعبين معدل أعمار لعبين احنا تقريبا 24-25 عام على أقصى تقدير من فرق الشابة اللي نعتبر مستقبل سليمان فرق كله أغلبه كله من الشباب وأغلب اللعبين أول تجربة كانت اليوم في الربط المحترفة قبل ما نحكوها أسليمان دعونا نحكوها أكثر بتفاصيلة بعد خلنا نبدأو بالاكتواليتي غدوة نهائي الكيس الحدف في البوليميك اللي صارت البالح تراب رئيس الجمهورية تغيير مكان الملعب وحتى الاسم متاع الكيس بالاسم سياد الرئيس المرحوم بيجي قاية سبسي ماذا عليك بوليميك اللي صارت؟ آآ زايدة وداخلة في تار الشعبوية لأنه اليوم مع كل أسف اللي قاعدين نتسابق وحاول شكون يكون شعبوي أكثر من من الآخر شعبوية مين بالضبط شفتها؟ شعبوية في مؤسسة الدولة كي نشوفوا احنا اليوم موقف من رئيس الجمهورية حتى في داخل الحكومة نحكيه حتى مجرد الحديث على على حكاية كيما هك الراها في تار الشعبوي نحب نحيي الجامعة تونسية كورت قدم منذ في أوت 2019 بعد تعرفوا رحيل الرئيس الراحل المرحوم الأستاذ الباجي قاية سبسي رحمه الله في خمسة وعشرية جوليا صار مكتب جامعي في اثناش أود تقريباً 2019 وتقرر كونه نسخة الكأس دي سنة 2018-2019 تقريباً تكون نسخة الباجي قاية سبسي هي كأس تونس قانونياً هي اسمها تسميتها كأس تونس لكن الإديسيان 2018-2009 تكون باسم الأستاذ الباجي قاية سبسي لأنه فما سنة الوفاة وتكريماً للرئيس الراحل ومن وقتها تاخذ قرار كونه على خمسة سنوات القادمة كأس لإديسيان بتاع سنة كأس لحبي بورغيبة إديسيان بتاع من الجاي صالح بن يوسف إديسيان بتاع بعدها فرحة حشيد ثم المرحوم إديشيكر والكلهم بمناسبة الستينية أو سبعينية الوفاة بالتالي الموجود مع الحقيقة الرئيسة الجمهورية هذا شكر المكتب الجامعي وتقدير الجهود شخصيات وطنية هذا ما فيهم مش تقريب اختلاف يجمع حول دورهم في أما في حركة التحرر الوطني أو رمزيات وطنية نحب نقول لك آآ هذا شيء آآ شيء نقطة إيجابية وما فماش عليش بعد عام نعود ونحكي عليها لأنو ذاي القرار تاخذ في فناش قوت آآ الفين وتسعتاش اليوم من اللول تحكي كان فما كان فما حديث اليوم فما كلام قاعد يتقال كونه آآ ما هوش معقول بش يكون آآ ليديسيان اليوم لأنو في المستير وإلا في بالعكس اللامركزية احنا بلادنا دستورنا يعتمد على اللامركزية وعليش لا منشوفوش نهائي الكأس في آآ سوسا ونهائي الكأس في سفاقس ونهائي الكأس في مستير ونهائي الكأس في تطاوين آآ وهذا كان آآ كان يجب يكون من بكي المهم نوفر بنية كأسية المهم المهم على الدولة عاوضا نقوله سوسا ومنعبوش مستير ننعبوه في رادس وننعبوه في المنز ما يسالش هات نوفر بنية تحتية تكون سليمة وبنية تحتية في كل ولايات الجمهورية ملاعب قادر الاحتضان نهائي نهائية الكأس وهذا بالتالي تنقلكون في كل سنة تكون يكون في جهة معينة هذا في اعتقادي خيار صعب كوروين مع شكوين انتي معروف كليوبيست وياحد اثنين انتي معروف مع تهارة فهمة تموياتنا من السليمين من سيد حمد المدب مدعم لسليمين سيحمدي مدعم لسليمين بسيفته خلينا نقوله اولا لانه هو اول مستثمر في الجهة اكبر مستثمر في معتمد سليمين تقريبا عنده عشرة سنين وربي يزيد وربي يوفقه وكان من قبل حتى انا من جي لسليمين سيحمدي ومؤسسة ديليزان معت المؤسسة ديما دعم الفرق الموجودة في المنزل في المنزل صديقي حمد المدبو تشرف في ذلك اللي يلعب خير ما عندك ما تفضل فيها لا اللي يلعب خير هو كليوبيست وممو ما يحبش تراجي تربحة في العادة لا انا ما عنديش تعصب انا عندي تعصب للكورة وانا لكي لا تشرف على السحن لا بالعكس انا كنت ترعب الفريقي والترجي نحب الفريقي تربح معتها اكثر من هذه الفريقي نحب تربح تبعني اني من أحبان هذه الفريقي لكن سليمين والترجي نحب سليمين تربح نحب سليمين تربح تنجي بعض الموضوع ذلك سوف أتحدث عن سليمين سنبدأ بها بيهما نيف شخص نقول لك كيف تقيم موسم سليمين ستظهر في اجماع انه موسم ناجح لكن السؤال هو شنو استرفي هذا ما حطيت لها سيبالي ما حطيت لها انا عندي خمسة سنوات رئيس المستقبل بسليمين منذ كانت في الرابطة الثالثة سعدت بها للرابطة الثانية عندنا عام في الرابطة الثانية ثم سعدنا العام الموسم اللي بعده للرابطة للرابطة الأولى خرجت ورجعت لا لا ما خرجتش انت سحبت من رئاسها ورجعت في وقت ما عبرت على في 2018 في 2018 في وقت ما عبرت على كونه نيتي في الخروش كونه تعبت في 2018 بعد قضاءة الثالثة السنوات وقت اللي يتلعنا للرابطة الثانية لكن تي ما القينا شكون شكون يكون يعطي ياخو المشعل ياخو المشعل هو كان زاحته بسي محمد التواتي اذا قرينا ابنتي عكتو لا هو كتب عام بسي محمد التواتي وكتب كتب عام الجامعية وناطق الرسمي باسم الجامعية وكان قبل ينا كان أستاذ محمد التواتي هو رئيس المستقبل يدي بسي محمد التواتي أي ما أنا خرجت ورجعه؟ في 2015 لا 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 خمس سنوات أنا ما خرجت ورجعه هذا الموسم الخامس على التوالي وتقريبا السياسة الكورة أسعب برشة من السياسة طموحاتكم من الموسم القادم؟ طموحات الموسم القادم؟ طموحات الموسم القادم؟ من نجب ونعمل وكان خير من الموسم هذا نعم ونحن نعم نعم تتصرف المواهب من فرق صغرى أو من درجات صغرى ونعرفه بالمواهب ومعنى حتى في السياسة الانتدابات وفي السياسة المالية كالك Pul Скالي ميزانية في القسم الوطني كنت أقل في الرابط الثاني سقعتين vezes سقعتين عن ميزانية بـ 800 مليون 8300 دقيقة اليوم ميزانية المستقبل بستلمان في الرابط الذي سقعت بل رابط它ثي المحترفة الأولى 1500 مليون حق اللعب حق اللعب青 من انت خلصوا من في الملاببية لا ننخلصوا aكثر فريق الملاعبية يكون تقريباً يأكدوا أنهم خالصين منين تمويلاتهم؟ مش تقريباً هما اللاعبين الكل مفميش شهر يأخلت على الاخوة حتى في الكونفينمون خلصتوه حتى في الكونفينمون كنا بدرنا خلصوهم بالكيمة منين من الموارد اللي عنها لأني قلتك في حدود مليار وخمسمائة دينار لأنه احنا من ديماً نكون لعبين أنا في التفاوض معهم قل له مرة مش تقول لي قداش نحطه في الكونفينم وبعد نمشول الشكيات قل لي خلصني قل لي قداش مش تدخل في جيبك وراني أنا كرئيس جمعية ما نصححش عقد أنا غير قادر بالإفاء بي مستحيل نمضي في عقد أنا غير قادر بالإفاء بي معناها تقول حاب نفهم السلالات ما همش كبار لكن المو يخلص الملاعبة السلالات ما همش كبار برش لكن مقبولين متع رابطة محترفة أولى معدل الجرايات متع رابطة محترفة أولى معدل عقود متع رابطة محترفة أولى لكن نوفيه بالتزاماتنا ما فمش شهر نتخلى عليه مش لي الفائدة نعمل أنا نجي نعطي الجور عشرة ملايين في الشهر ومئة مليون في العام في الأخير ما يدخل الجور كان عشين الف دينار وبعد نقعد ونقعد وفي نجمة نزاعات أنت تبدو هذه أربعة ملاعبية أو خمسة منهم أشرف عبد العفول القراري برشا كلام كان حتى النجم السلح اللي كان يتبع فيه لاعب من كوستريكا كيف يكون مستقبر حراس المرمى في تونس؟ عند عليه فكرة القراريان مشكور برشا القراريان ذي لاعب من كوستريكا ما زال فاهم ملاعبية جايين؟ ان شاء الله ما هو الموزة على الأقل أعطينا السيمي كان من ممكن أن يكون السيمي فاهم مهجمين فاهم أزوز مهجمين وفاهم لاعبي وسط المالك الشرفي موجود؟ مطروح لذا إذا موجود ما أخي يدخلنا السيمي كما؟ أه ماذا السيمي عندما لم تعلم شيئا رسمية ما زلت في المفاوضات فاني لم أعطيه كسم مازلنا في المفاوضات ومجبته قراريان هل دول قراريان المعودة في عام به العام اللي فات. اكملو بداية. ما هو اعمال مرة بداية باهية. طاح شوية طلع على الجارديان حمزة الغانمي. بش تخليل على راحد منهم. لا احنا احنا بالمنافسة نخلقو نحسنو المستويات اللعبية. نحنا بالطبع حمزة لعب حارس ممتاز. في سيف دي ما هو اعمال حارس عنده خبرة وحارس ممتاز. انت ابن اشرف عبد العفو واللي نعتقده بشي يكون عنده مستقبل كبير في 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 حراس المرمى في تونس. وهذا التنافس ما يخلق كان يحسن اداء اللعبين ويحسن اداء الفريق. ام. القائمة متاع المغادرين فما قائمة هل جهازتو هلو مزلتو? احنا عنا فما قائمة ان شاء الله في القبل التربس التحذيري اللي بش يكون في حمينبورجيبة من واحد التسعة اكتوبر ان شاء الله. قبل الذهاب بصفة نهائية ان شاء الله تكون هتكون جاهزة. فما كلام على التفريد في رشاد العرفية ولا ترجي. ديجا حتى المناعبي اكد في تصريح لهذه الفوت فاند كاد الفوت فاند كاد ده هالي قال اللي فما حاجة يمكن يخرج المناعب. فما حديث مع زوز في رق. في تونس. ورشاد لعب كبير برش. سياسيس والاسبرانس. ورشاد انا نعتقد اللي بلاستو. جاوزتني ما حبيش. رشاد نعتقد اللي بلاستو في المنتخب الوطن. ديجا هو كان في المنتخبات الشبان. كان في كل اصناف المنتخبات الشبان. ولعب عنده امكانيات فنية عالية وعالية جدا. الحقيقة معتها. هو اخلاقيا لعب متميز معتها على صعيد الاخلاقي. واداء ما يحسبش. وانا اعتقد اللي بلاستو موجودة في المنتخب الوطن. اه اي ما جوبتنيش. على شنو. متفاجي. فما فما حديث معزوش. فما حديث مع اطراف رسمية. فما حديث مع اطراف رسمية. فما حديث مع اطراف رسمية. فما متابعة كبيرة. الرشاد العرثي بمنجوز في رق كبرى في تونس. الفريق فيني سياسيا. ممكن. ممكن معنا. معتها واضحة. ممكن معنا. مانجمش نتكلم باسم في رق اخر. ملاف آنان الملعب يضيك معاكم. مخرجو ما كامل السيزن. الله يهديها تيجان ينانو. لكن ربي وفقه في تجربته الاحترافية. في تركيا. ديفزيون دولي كيبا ترواها هكا. طلب عطيوح في قسم وطني الثاني. لكن فلوس شواء. اي يا ما شواء معتها كان لعب لعب تبارك الله حتى في كونس الساورة عن دواء. خير البرجي فنانسي خير الفلوس على البرجي سبورتيف. اي شعملت معتها. ما شكرا ما شكايا ما شكرا؟ اللاعب كنا منول هو اللاعب يعوف الموسم متاعه في 30 جوان. في نهاية بنهاية الموسم. لكن تفقنا بش نمدو لثلاثة شهور اللي يبقى. تفقنا بش نلعبهم حد لثلاثين سبتمبر. مددنا معا حد لثلاثين سبتمبر. الا انه غادر الفريق قبل ثلاثين سبتمبر. تقريبا بعشرين يوم. كنا منول بش نتبعوه لكن اللاعب عتها ذرر واللعب عتها لابدو anomal게 healthy لايك أمرا مدى معه الحق الجمعي تتبعه والراحة لكن ربي وجوه وخير إن قريب من سليمان قالوا يج ​​الطليقين هل stationary إذا لم تجل�ル سنالك vários ليس fantastic بل عكس لم ينافع HAASE كان لديهم الر Tree نجحنا لنجده رشاد العرفيو نجحنا لنجده نجحنا بشي نجده كيف كيف العزيز الشتيوي لعب زادا كذلك لعب ممتاز جدا لكن ما نجحنا شكلم قال قال حكاية مريك العزيز الشتيوي ما هي الحكاية ربي يهدي وكالة اللعبين ربي يهدي كما رأى الفادع كما عزيز الشتيوي زوز تعرضوا الى زوز عملية التحيل من عند كون فممكن وكالة اللعبين بالخارج وكالة اللعبين في الداخل تحيلوا عليه شوف بصراحة الحقيقة موضوع وكالة اللعبين انا حتى في اتصالي بالدكتور وديع الجري رئيس الجامعة تونسية كورت قدم كونه يجب حماية اللعبين من جشع وطمع وأطمع وكلال اللعبين يبدوا يشوشوا على اللعبين ويبيعونهم في الأوهام هو وكالة عملهم يحفظ هو واسيم التايب لا ما نعرش شكك ما نعرش وكالة عملهم مشكلة من لعبية ما انا قتلك ربي يهدي ما نعرش تفاصيل ممكن وكالة عمل في الداخل وفي الخارج ما نعرش تفاصيل ما نعرش لكن اللي نعرفه كونه نعرف اللعبين بتاعي نحكي باسم اللعبين بتاعي كتير لعب خريج مدرسة رجلة ذي تونسي ولد عقل ياسر تعرض لعملية تحايل نعرف تعرض لعملية تحايل منين الوكيل اللعبين اللي في الخارج ولا اللي في تونس ما نعرش دي جاء قتلي انتي قتلي تحايل مأكد عملية من داخل ومن خارج من داخل ومن خارج هي ما قتلك من شكون بالذبط ما نعرش بها بها بتعد انتجاوز الموضوع المدرب شاب تصلنا بالنادي في امريكا وقال العقد مدلس هل تكون جابولو العقد؟ ما نعنش تنسى تنتسلو اللاعب بي اه اخترت المواصلة مع سامي القفص المدرب مدرب شاب ومدرب مع انت عنده امكانيات كبيرة وقدم نتائج مرضية وممتازة وسامي اول موسم لي في الرابط المحترف الاول كما تشكر كان اول موسم لي في الرابط المحترف الاولى مع مسقبل يدي بي سليمان اليوم سامي كاثلك سنة الفارث اول موسم لي اول تجربة لي برابط المحترف الاولى مع مستقبل يدي بي سليمان واليوم انا كرئيس جامعية وكرئيس هي اموديري المستقبل يدي بي سليمان من 14 مدرب فم زوز possível做اجدين في الرابط المحترف الاولى اه دربوا مسقبل يدي بي سليمان اه دربوا مسقبل يدي بي سليمان وهذا نعتذب اينا شخصيا حсолют Lead to Day خليت شوى سامي خطر نعرفه مرابطة محترفة الثاني ونتبع في ونعرف ظروف منزل بورقيبة ونعرف اشرافه الفني في منزل بورقيبة ولحقيقة المدرب كان يعجبني برشة ونصحت بي هنا تقريبا في نكلموني زملاء من رؤسة جمعيات اصدقاء ونصحت بي قبل وقت اللي معايتي شاكر فمشكون من رؤسة جمعياتي تصل بي ويشوف ما تلقى اللي وليد باشتنصح لي نصحته بسامي القافسي وقت اللي مشاي سيشاكر وصار نهاية العقد بالتراضي بيننا وبين سيشاكر ربي وجهه خير اليوم مدرب الانبيل باجي مباشرة حرممت في سامي القافسي يقالوا ان عمل تفحية مالية كبيرة يقولوا هو اللبس عليها المركزة ربي يزيده عمل تفحية كبيرة بالشي عمل لسن فرابت الأولى صحيح هذا لا لأنه شو قولك سامي حب شو قولك لا لا نجح ما قولك قداش يقلص سناء ايضا عززت وستاف تكنيك ايضا محمد الزويبي محمد اكتشفت فيه اللي هو صاحب اخلاق عالية جدا والحقيقة وكفاءة كبيرة معتها والمدرب هذا كيف كيف نعتبره مرقاش حظه وما هوش في المكان اللي يستحقها في تونس لانه تقريبا عنده كل مؤهلات بش يدرب فيه اكبر الفرق وبش يدرب حتى كان لزم في المنتخبات الوطنية ومحمد اكتشفت فيه هنا منذ تقريبا نهاري نظومة اخلاق عالية وعالية جدا تراهن عالحراس تقريبا عندك دو غارديان باهين وعا جب غارديان باهين وزد جب مدرب حراس مهم برشة مركزين لا لي كمبرتيمون كل راهن عليهم انا ولا هي اموديرا لو احنا في سلمان لسبب النجاح لو جماعي العمل الجماعي معا من ناخدوا قرار لما نتشاوروا ثوان كان ايطار فني لانه النجاح من نجم يكون كان جماعي بين تكون عندك مجموعة طيبة من اللعبين يكون عندك ايطار فني كفء ويكون عندك هيئة مديرة متناسقة مع الاتار الفني واللعبين كنت ملعبين اللي رشحت سيد وديع جريد رئاس الحكومة ما زلت شايد صحيح في الديسيزيون هيدا؟ او في التوجه هيدا؟ نعتبر وديع من اكفأ المسؤولين في فترة ما بعد الثورة من اكفأ المسؤولين وشوفوا الارقام مش انا ارقامه في الجامعة تونسية كورة قدم تحكي عليهم اذا كان ناس اخرى تحب تقيم الانسان بضربة جزايا ولا باداء حكم انا نقيم الشخص بالنتاج نتاج في الادارة فما واقع فما وديع الجريء شنو اللي قام به في كورة قدم فما تقرأ مع الارقام مش كل شيء ايجابي شوف ما فماش واحد كل شيء ايجابي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي خلقت الدنيا من اجل محمد والرسول والانبياء الكل رو ما فماش اجمع وراه فما بالك بشخص عادي وديع الجريء وكيما كيفه وكيما المشؤولين الكل بتبعه مش يخطئ ويسيب البلا من رئيسته في الجامعة تونسية كورة قدم وكي تشوف تجهيزات الرياضية اليوم وتشوف اه 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 اش فما في اه اش عن كيفاش كنت كيفاش اصبحت والارقام على مستوى المداخيل كيفاش كنت كيفاش اصبحت والقوانين والتشريعات تقولي البنية التحتية متاع الملاعب كورة قدم هل مسؤولة لها الجامعة تونسية كورة قدم؟ تونسية موضوع وديع الجريء سي وليد عنا ونصف الاخبار لكن بعض الحب يدخل معنا وكيلا عمال اللاعبين واسيم التايب بخصوص موضوع عزيز الشتيوي ورائد الفيدا عنده موضحة بنا واسيم التايب عنا ثلاثة دقائق واسيم قبل الاخبار بسرعة اجاز وضحنا كيف الحكاية بالضبط اخويا اسلام ساعنا اتذر منك انت على المباسر اخويا ممكن حاجات تصارت مني بذلك انت اتذر لك شخصيا مش مسكت اخويا مرحبا اخويا رغم العيب انه رئيس الجامعية سيد وليزا لها ده رئيس مستقبل السليمان انه توي حرص في ملعبيته على الواتساب ملاع على الواتساب انا عندي ملعبية رغم ارجال وحاجة ميد لابيت حايلت على ملابي عزيز الشتيوي كيشاني العرض من الهدايا من سيد داجون فرنساوي اللي حكيت لك عليه فهمت لي كل شي خطوا بش نحاولوا ليفلوس دي بيراتوار وانتعامل معهم مدينة ويعرفوا هما ايامات الكورونا قداشي انا كنت معهم نحي من اللحمة وانعطيهم الجوارات الكلة معايا فهمت لي ويعرفوا كان ميسمع وتوا يدخل اي واحد عكس يقول عكس كلام مدينة هو الكلام اتقال واسيم حتى قول ما يقول حتى في الفيسبوك قاعد اتقال برشا الكلام اشتغل حكاية سمحني يا سي وسيم هني طوب ش طول لا 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 believe he انت اتشاب اكثر تغلبس اذا يعرف في اتحفي اآزت سكون يخدم واسيم التايب منذيخ وولد اعلى فهمت لي انذيفه وولد اعلى فهمت لي من مدنين وولد اعلى اسمعني متربي على الاسحب وعئلة دستورية وعئلة برجبية انذيفyor مستحيل انه ماشي تاتحيل على الاباك وولد اصال على اب 는이 يا ابي ف dev página انا توبش انتكلم انا مكنش بش انتكلم انا اسمعني استمعني انا عزيز ثبدي 39 مليون انا لاحظة يا سي واسيب انتي تسمع اسمع مع بعفنة講 Batman انا ما حابيتش انتكلم ومش بتكش لكن طواني يمش نحكي انا ما حابيتش انتكلم ومش بتكش حات بلاسم وانتي مكتدبرش علي انا شنو اقول في الواتساب مع ولادي واضح لانه انا كينا كي قلهم ردوا بالكم من متحيلين ونحكي على واقع فما فما كيما فما ناس باه يا برشا في وكالاء اللعبين فما متحيلين انتي اعتبرت روحك متحيل اليو بتدخلك هذا انتي بتدخلك هذا تو متبرت روحك متحيل لانه انا ما سمي تكش لانه انا لحظة عاد لحظة ساعات عملت لانجون في الهوارك انا ما سمي تكش انا ما سمي تكش لحظة يا سي وسين يا او بش انا تو بش انتكلم انا حتى الاعلامي معايا ما سمي تكش وما قلت قلت شوف يا اما وكيل اعمالي في الداخل ولا في الخارج مسميتك ش انتي توكي تكلمت حتيت روحك من متحيلين انت يتكلمه انا قلت فما وكالاء لعبين بهين وفما وكالاء لعبين مشتهدين وفما وكالاء لعبين متحيلين انت تداخلت اعتبرت روحك وكيل لعبين متحيل انا توني مش نتكلم انت اعتبرت روحك انت اعتبرت روحك انت magic of public ماذا يحاول المتحيق ؟ لأن페ليسّ بدت أن أقل الحظ positive. أحذرت لعبية أینج schleعني دائما قولهم الاشيائي. خ welcoming ذلك ، ما �ديك للسوق هي رؤوسا جامعيات وعندما أقل بالشرطة وعرفت المت popsicle لأنه أنا كيف كيف كيما اللاعب رأو نعتبر هو واحد من عائلة في مشكلة هو توقيت دخل قال سي وليد جلاد يحرض على اللاعبين يحرض في اللاعبين وأنا مجبتش وليد وسيمتين لمحت له سي وليد لمحت له قلت وكيل أعمال العزيز تيوي لا قلت وكيل أعمال العزيز تيوي في الداخل ولا في الخارج أنا هو اللي يتحيل ما نعرش قلت يشبيه ما نعرش العقد أنا عندي وثيقة رسمية تثبت اللي النادي اللي برتجاها سي واسيم التايب ولي وقت اللي تتفاوذ بي دائما كنتش نحب نحكيه سيديا يومش نحكيه وقت اللي أنا نستسمحك سيويات لأني التزمت اللي ما نحبش نتهم الناس نستسمحك وقت اللي أخبار نعدي الأخبار في ساعة مع فادو تركت زميلتي وبعد مكملين في زون ميكس حتى الخمسة موسيقى 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 موسيقى